الحجر الصحي المنزلي بسبب كورونا دفع عدداً كبيراً من خبراء علم الاجتماع إلى التوافق على أن عادات اجتماعية كثيرة ستتغير مستقبلاً فمثلاً المؤسسات التي سمحت لموظفيها العمل من المنزل ستواجه تحديات عدة لأنه كلما زاد وقت العزل لمحاربة الوباء كلما اعتاد الموظفون على العمل عن بعض مع بقاء مخاوف بعض المديرين من تكاسل الموظفين خلال فترات العمل وحدهم كما أن العمل من المنزل يحتاج توفير بيئة مناسبة لأن ترجبة العمل عن بعض كشفت للموظفين أنها تحمل لهم مزايا كثيرة كالمرونة والاهتمام بالأطفال لوقت أطول وتوفير الوقت بعدم التنقل من المنزل إلى العمل وفيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية رأى علماء الاجتماع أنها ستعود بقوة ربما أكثر من السابق بعد انتهاء إجراءات مكفحة كورونا كالزيارات العائلية والذهب إلى المطاعم والسينما وغيرها من العدد يرى البعض أن فيروس كورونا له إيجابيات على نواحي أخرى فالحجر المنزلي أظهر في الأوينة الأخيرة العديدة من المبادرات الإنسانية كمساعدة كبار السن غير القادرين على التسوق بمفردهم ما دفع بعدد كبير من الشباب التزام المنزل لحمايتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا كذلك منصة التواصل الاجتماعي بعدما كان روادها يستخدمونها في معظم الأحيان لمشاهدة فيديوهات مضرة بصحتهم العقلية ونشر أخبار غير دقيقة أصبحت الآن منصة للعمل الإنساني في ظل كورونا وتعنى أكثر بمساعدة الآخرين ونشر سبل الوقاية والتوعية توني مزرعاني الحدث